اشتركوا في القناة اغلب دول العالم اعادت الحياة لملاعبها وللمستديرة نكهتها فاين المغرب من تلك الخطوة بما ان عملية التلقيح في بلادنا بلغت مرحلة متقدمة فياترى ما المانع من اعادة الدفء للملاعب الوطنية بما ان الدولة دينا المغربية مشت مزيان في عملية التلقيح بحيث ان القحات تقريبا 20 مليون وزيادة هذا الشيء الذي يجعلنا ان نكون وصلنا للمانعات جماعية السؤال مطرح هو علش الجماعير بقى ما كانت تخلش الملاعب علش لا ما يكونش واحد البروتوكول الصحي في الملاعب بحيث مثلا تخديم جواز لقيع عند الدخول وكنتمنى ان الجماعير ترجع للموض الراجات والله يرفع علينا هذا الوباء وهذه الجائحة السلام عليكم انا كموحبين ديال فريق الانبيكتشيرا وكجمهور كيشجع الكورة الوطنية تقسم الوطني الثاني وكنستغربوا للملاعب باقي مسدودة كتر من عام ونص وتقريبا البلاد غادية تلقيح مزيان تقريبا نرى 60% وال70% كاملة دير اللقاح كان الظروف غامضة ما اعرفنا ما هو المشكل الناس يقولون ما هو الإشكال وبناء الملاعب يتحلوه حيث صراحة كان نشوفه الكورة الوطنية بدون نقا انا كنا نشوفه القسم الوطني الثاني ما كانش محججنا يمو الخاصات ولا مباراة تفرش في الماتش لايف والدك شيء ما بينش مواضح والفرق يمعطين اخبار على النادي اذا كورة الوطنية هلت مفهومة هذا هو المشكلة التي لدينا دبعنا نتمنى ان شاء الله يتحلو التيرانات لأننا نعرفها كبيرة وصغيرة على الفرق وانا نحن نحن نحبون وغيرين وانا نحن نقول لك لا يحسبها من ان يجعل الفرق لدينا نقص على النادي وانا نتمنى ان شاء الله نتمنى ان نشوفه من حالات الجمهور السلام عليكم معكم همين المرضي من الدين التشارة بخصوص المباراة بدون جمهور وهو خسارة بالنسبة للفارق وبالنسبة اللاعب لأن اللاعب لا ينعطي اكتر مجهد من اللاعب الحمد لله نحن نشوف البلاد سوف تحسن في الوضعية الوبائية لكيناد الكورونا وهي على الجامع لكن الحمد لله نشوفه بفضل التلقيع وانا نتمنى من الدولة ومن الجامعة انهم يشوفوا الحل وانهم يرجع الجمهور الملاعب السلام عليكم بالنسبة للسؤال لعودة الجماهير للملاعب اي واحد سوف يجاوب نفس الجواب هو التوحش في هذه الأجواء وكما نشوفه أغلبيات الدول الأوروبية حلو الملاعب يدخلون الناس عادي يتفرجون بالموازات مع أخذ التدابير وأنا كنطلب كرأي شخصي كنطلب المسؤولين يعودوا يحلوا التيرانات أو على الأقل بعض الناس الملاعب الجماهير المغربية تنتظر عودتها للملاعب بفارغ الصبر وعلى أحر من الجمر لممارسة شغفها الكروي من قلب الحدث فلا يختلف اثنان على أن فيروس كورونا خلف أزمات منها ما هو ظاهري ومنها ما هو باطني في مختلف المجالات فمنذ إغلاق الملاعب الصحفي الرياضي هو الآخر لم يسلم من تداعية الجائحة استضرر بشكل كبير خاصة المصور الصحفي الذي يعيش ظروف مزرية صعبة بل وصل به الحال لبيع معدات اشتغاله بعدما فعل به الزمان ما فعل خالد بادو أخبار الفجر المغربية أتشايرة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر